موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع المصارع وفكرة المصارع أننا لازم نثبت ونصارع الشيطان عشان نوصل للجنة بسيت الجنة جنة الرحمن اللي غرس كرامتها بيدي واللي قال عنها أعددت العباد يا الصارحين في الجنة ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كتير من الناس في زحمة الحياة في ظل الحياة المادية الصعبة اللي احنا عايشينها نسوا الجنة ونسوا نعيم الجنة ونسوا أن الدنيا كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة وأنها لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرة منها شربة ماء نهاردة هنتكلم عن صراع من نوع جديد صراع بيصلطه الشيطان علينا وإحنا هنصرعه وننتصر إن شاء الله صراع مع الذنوب الشيطان عمل بيزين لنا كبائر وصغائر الشيطان عمل يجرينا الحاجات ما كانش ينبغي أن احنا نتجر ليها لكن ما دمنا تجرينا للذنوب ومعاصي فلازم نتوب ولازم نلجأ على ربنا وما فيش حد في الدنيا دي معصوم ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم عشان كده النهاردة محتاجين أن احنا بدل ما نصر على المعصية محتاجين النهاردة نبدأ صفحة جديدة مع ربنا ونقبل على ربنا وما نصرش على معصية ربنا قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمة معافة إلا المجاهرين المجاهر ده إنسان مصر على المعصية النبي عليه السلام يقول يعني ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون أخويا وحبيبي آن الأواني نحن نفر إلى الله ونرجع لربنا سبحانه وتعالى يعني قال جل وعلا كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا بيقول ففروا إلى الله يلا انفر ربنا سبحانه وتعالى ما لنشغيره لا ملجأ لنا ولا منجأ من الله إلا إليه والفرار نوعين فرار السعداء اللي هو إن شاء الله هيكون بتاعنا إحنا إن إحنا نفر ربنا ونقرب من ربنا ونمشي وراء نبينا صلى الله عليه وسلم وفرار الأشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى أليس من الخزي إن ربنا يغفر كل يوم لآلاف البشر في هذا الشهر الكريم ولا يغفر لنا أليس من الخزي إن ربنا يعتق رقاب ناس كتير آلاف مؤلفة من النار ولا يعتق رقابنا محتاجين إن إحنا فعلا نتوب لإن نموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى ولا يدرق الإنسان على أي شيء يموت قد يموت وهو ساجد وقد يموت وهو في معصية لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بسرعة كده ونفتح كتالوج التوبة علشان نحفز كل مسلم وكل مسلمة على إنه يرجع ويتوب ويعرف إنه ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده تسع ثمرات من فوائد التوبة هنجنيها اللي لا دي بفضل الله أول حاجة التوبة هي طوق النجاة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة أي بلاء بينزل علينا كأفراد أو كجماعات أو كأمة أو كبلاد مسلمين مش هيرفع إلا بتوبة لابد إن الأمة التوبة عشان ربنا يرفع عنا الذل والعار والخزي اللي حاصل لنا في كل أراضي وبقاع المسلمين أسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين في هذا الشهر الكريم الحاجة التانية ربنا هيفرح بتوبتك مع إن ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لله أفرح بتوبة عبدية حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا وأحكم في الصحر ومع الدبة بتاعته الدبة دي كان عليها أكله وشربه وفلوسه وهدومه وما لبسه كل حاجة عليها حياته كلها وفجأة فلتت الدبة يعني فقط حياته فالتجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به فجأة يرى الدبة تواقفة عند رأسه فأمسك بخطامه يعني مسك الحياة وقام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي أخطأ الرجل من شدة الفرح شفت فرحة الراجل ده أهو المولى عز وجل ليس كم فيه شأنه والسماع البصير وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى فرحته بتوبتك أشد من فرحة الراجل دوت لما لقى الدبة بتاعته مرة تانية شفت المثل الجميل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة بتاعتك متحوطة بتوبتين من الله إن ربنا يتوب عليك يلهمك بالتوبة فتوب فلما التوب يقبل توبتك قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تابوك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم قبل ما يتوبوا فلما تابوا قبل توبتهم سبحانه وتعالى الرحيم ده ربنا من فرحاته بتوبتك أمر الأرض بكل ما عليها من أشجار وأنهار وبحار وسهول وودان إنها تتحرك كلها من أجل واحد بس تاب الرجل اللي قاتل تسعة وتسعين نفس وراح للعالم للعابد وقال له هل لي من توبة قال له لا ملكش توبة فكمل بالمية وقتله فراح لواحد تاني عالم قال له هل لي من توبة قال أجل ولكن اخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء قتلت ميت واحد ومحدش عقبك ده أرض مش كويسة روح أرض كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم في منتصف الطريق كان الملك الموت في انتظاره قبض روحه يبقى في الجنة ولا في النار تنزل الملكة الرحمة وملكة العذاب ملكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا وملكة العذاب يقول إنه لم يعمل خيرا قط فيرسل المولى عز وجل ملكا في سورة بشر قال أنا أحكم ما بينكم ألوحكم قال إيسو ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه فقاسوه فوجدوا أنه أقرب إلى أرض الطعب بشبر واحد فقبضته ملكة الرحمة في رواية تانية أن المولى عز وجل مالك الملك وملك الملوك الرحمن الرحيم الودود أمر الأرض أن تتحرك أرض التوبة تقرب وأرض المعصية تروح بعيد فكان أقرب إلى أرض الطعب بشبر واحد فقبضته ملكة الرحمة صمرة الثالثة أنت ربنا هيحبك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان الملك فلو حبك هينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السموات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع عليك القبول في الأرض وفقد كله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيدن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن لي يا رب قال يكره الموت وأنا أكره مساءته يا سبحانك يا ربي رقم أربعة التوبة تمح الذنوب ذنوبك هتتمسح قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مجرد الندم على الذنب توبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة رقم خمسة التوبة هتبدل سيئاتك حسنات بأمر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمة ويحضرني الحديث الجميل اللي رواه المنذري بسند جيد إن رجل كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سن جاء إلى الحبيب المصطفى جاء إلى نهر الرحمة وينبع الحنان وقال يا محمد كان لسا ما أسلمش قال له إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات راجل استغرب قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي أنت تعرفش أنا عملت إيه أنا عملت حاجات كتيرة جدا قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا يقول الله أكبر الله أكبر والنبي يمسح على لحياته ويبتسم صلى الله عليه وسلم التوبة هتطهر قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه ينضف القلب ما فوش أي أثر للمعصية بفضل الله سبحانه وتعالى حديث يعني رواء ترميذي بسناد الحسن رقم سبعة التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة قال جل وعلا وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يا سلام إلى أجل المسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة كل ده بسبب التوبة رقم تمانية التوبة سبب في ساعة الرزق فكلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يا جماعة يلي أرزقكم دقت عليكم يا لي معكش فلوسة لنفسك تخلف يا لي نفسك تجوزي استغفروا ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار رقم تسعة استوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون خوي وحبيبي التوبة مهاش للمزنبين وبس التوبة أيضا للمؤمنين الصالحين إزاي الكلام دوت هنعرف الكلام دوت بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خوي حبيبي قلت لك قبل الفاصل إن التوبة مش للمزنبين وبس للمؤمنين والطائعين قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبين مذنبون ولا أيها المؤمنون أيها المؤمنون دعلكم تفلحون حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ومتاخر يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرات رواية البخير رواية مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة أدامين سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ومتاخر يؤوم يصلى قيام الليل لحد ما تتورم قدمه تسأل أمونا عائشة تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ومتاخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما أشكرش ربنا على النعمة دي قد إيه إن الإنسان لما يستحضر معنى التوبة إنك راجع لربنا سبحانه وتعالى حيث تتذكر قول القائل يعني سبحان الله لابست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أمري في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالظلم وبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يارده التوبة لو ما كانش الإنسان هيتوب أنا وإنت وإنت وكلنا نتوب هيتحاجب خير كتير أوي أوي عن الأمة تحضرون كسة سيدنا موسى عليه السلام لما حصل جذب وقحت في بني إسرائيل فراحوا قالوا له يا كريم الله ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث قال لي يلا نخرج للصحراء يلا كلنا سبعين ألف طلعين مع سيدنا موسى فأول مصر للصحراء بدأ سيدنا موسى يبتهل إلى ربنا وقال لي يا رب اللهم سقينا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فتعجب نبي الله موسى وقال يا ربي كيف أسمعهم هم سبعون ألفا فقال منك النداء وعلينا البلاغ وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه ونادى يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت الصحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب فتعجب نبي الله موسى قال يا رب أسقيتنا ولم يخرج مننا أحد فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي فقال يا موسى فقال موسى يا رب يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشذائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلإن رددت فأي باب أقرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشى لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يستعن أخوه يا حبيبي اوعى تسوف بالتوبة كلما الذنب بيبطل موجود كلما جدوره بتمتد في قلبك أكتر وأكتر زي اللي ساب شجرة صغيرة قالوا له الشجرة دي هتضر الأرض قالوا لهم مش مشكلة هشيلها بعد شهر وبعد شهر الرجل قوته ضعفت والشجرة قوتها زادت والجزور بتاعتها رسخت أكتر وأكتر بعد سنة لقاها اشتدت أكتر جي يخلعها مقدرش حتى لو خلعها بيخلع الشجرة من على سطح الأرض ويسيب الجدور موجودة هتشيل الزنب لكن جدوره هتبقى موجودة شيل الزنب بجدوره أول بول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومع كل الكلام اللي بقوله بقولك او عتيقس من رحمة ربنا ربنا سبحانه تعالى رحمته وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر قال صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا عرد ما بين مصرعين ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه الذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لأمرأة من المشركات كانت في السبي بحثت عن طفلها الرضيع فوجدته فلما وجدته ألقبته ثديها وبكت فنزلت دموعها على خد الطفل فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله طفلها الصهير بتحبه عمالة بتبكى عشانه قال فوالله لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع ربنا لي ميت رحمة أنزل في الكون دا كل رحمة وحدة يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدب لترفع حافرة عن وليدها خشة أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى مئة رحمة حتى تطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعى يوم الإيامة في حديث الشفاعة الجميل لما الناس يروحوا ولقوا نفسهم موقفين في أرض المحشر حفاتا عراطا غرلا غير مختلين والشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل وفاض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حكويه إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق والجمل وجيئة بالجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك موقف صعب قوي وفي ناس تفضل وقفة خمسين ألف سنة سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج فعرش البلائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اليوم دعا المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقف يبقى صعب قوي فيطلبوا الشفاعة من سيدنا آدم فيدلهم على سيدنا نوح وكل عمل يحول البعض ونفسي نفسي 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 لحد ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي ويأذن له المولى عز وجل بثمان شفاعات لبالنذكرهم مرة كده إن شاء الله ثم يأذن المولى عز وجل لكل نبي بشفاعة ولكل ملك بشفاعة خبالك لكن الكلمة اللي كان بيقولها الأنبياء في الوقت دوات ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد لما يقول له إيش فعلنا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في عز الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله المولى عز وجل يقول ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى فيقول جل وعلا شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وباقيت شفاعة أرحم الراحمين الحديث في البخاري ومسلم فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة يدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون من هذا النهر كاللؤلؤ المنضود وشو منورك ده ما شاء الله فيدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فإذا رأاهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار في حد بعد كل ده ممكن يقس من رحمة ربنا يقس ازاي اوعف يوم الأيام الشيطان يقولك سو في التوبة ما تضمنش هتعيش لحد امتى ما تضمنش انك تعيش لمدة ساعة ولا دقيقة ولا لحظة الحق وتوب الحق وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى استغفر ربنا ويعني واسك بالعبارات وخلي الدمعة دي تكون سبب ان انت تكون يوم الايامة في ظل عرش الرحمن من هؤلاء السبع الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل ورجل ذكر الله خاليا يعني تذكر زنوبه كده فذكر الله خاليا ففاضت عيناء دمعة تكون سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن دمعة تكون سبب ان انت تكون في الجنة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم اوعى تيأس من رحمة ربنا اوعى تسوف التوبة اوعى تنام على غير التوبة الحق نفسك واصرع الشيطان وصارع الشيطان وقول له ان شاء الله هنتصر عمري ما هقع في ذنبه ولو وقعت هقوم وقف كان احد السلف كان تلميزه بيقول له اني اذنب قال تب قال ثم اعوده فاذنب قال تب قال حتى متى قال حتى تيأس الشيطان منك قال صلى الله عليه وسلم اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي وعلى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبدي الى ان قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء ده مش تشجيع على الذنب انما تشجيع على التوبة اللي بعد الذنب توب اخويا وحبيبي ارجع على ربنا توب اخت الفاضلة نجدد التوبة ونجدد الامل ونفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى عشان نكون المصارعين ان شاء الله اللي نتغلب على الشيطان بالضربة القضية في الجولة ان شاء الله ونقول ان شاء الله مش هنباتل للادي الا على توبة اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لو قلتها بالليل لو حد فينا مات هيخش الجنة ولو قلناها بالنهار وحد فينا مات هيخش الجنة ربنا يجمعني واياكم في الجنة اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا تجددوا التوبة والاوبة اعرفوا ان الخير كله هيحصل للامة ولينا كافراد وكأسر وكجماعات وكدول لو الامة تابت زي ما قلت لك واحب بس تاب فربنا امر الارض تتحرك من اجله امان لو كل المسلمين تابوا وقالوا يا رب ارجعنا لك يا رب مرة تانية هيحصل ايه للامة الاسلامية ولو ان اهنا الكرة امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ربنا يرزقني واياكم توبة النصوح ان ترضيها عنا سبحانه وتعالى اي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية انسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو ان المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي اللهم ارزقنا توبة النصوحا ترضيك عننا اللهم ارزقنا توبة النصوحا ترضيك عننا اللهم ارزقنا توبة النصوحا ترضيك عننا استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على بينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنيني العمر تصارع من دوّمات الدنيا والشاوات اشتركوا في القناة